موسيقى جدا والفارقة في مشوار النادي الأهلي المحلي حيبع عندنا كلام كتير جدا مهم في فقرات لحقة من حلقة اليوم فتابعونا بلحظة كالعادة لأننا دايما بنتشرف بمتابعة حضرتكم كمان بننتظر تواصلكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة والسؤال بيتعلق بذكرياتكم مع نهائي كاس مصر بتحديد مواجهات الأهلي والزمالك في المباراة النهائية ايه هي أفضل مباراة جامعة الأهلي بالزمالك في بطولة كاس مصر من وجهة نظركم تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات الرسمية القناة الأهلي على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وحناخد تفعولكم في الجزء الأخير كما هو أقل معتد لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في تريند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد لنهائي كأس مصر بالتوفيق يا رب ان شاء الله وكمان أكرم توفيق يعلن جهازياته للمشاركة في التدريبات حمد الله على السلام يا أكرم وأخيرا في التريند العالمي فبينو سأساعد صلاح ليكون الأفضل في تاريخ ليبر بول جدعو الله طيب أهم المباريات النهاردة في بطولة الدوري المصري هذه المصابقة الوحيدة حتى الآن اللي بتقام في كل العالم تقريبا يعني فبسبب المواسم المتتالية والاستثنائية وكلام منها فإن شاء الله يكون ده آخر موسم استثنائي نتمنى ذلك بإذن الله تعالى فالنهاردة فيه مطشات مهمة في البطولة أول مطشة حيكون ساعة ستة ونص ما بين فاركو وإسترن كومباني الساعة ستة ونص زي ما قلت لحضراتكم هي مباراة مهمة الإسترن اللي بيحاول يهرب من صراع الهبوط بس محتاج شغل كبير جدا ومحتاج يعني نتاج إيجابية متواصلة خلال المرحلة المجبلة الاتحاد السكندري الجريح من هزيمة صقيلة جدا جدا أمام سيراميكا بيخ وماسية هيقابل المصري البورسعيدي في المباراة تكون في منتهى القوة الساعة تسعة بالليل في نفس التوقيت مصر مقصة اللي بيحاول يتشبس بأمال البقاء في بطولة الدوري هيقابل الامبي برضو في نفس التوقيت الساعة تسعة بالليل وفي الحياة المباراة كلها قوية رغم أن احنا ممكن نشوف مستوى فني أفضل من كده في الدوري المصري من وجهة نظري ده بخصوص الدوري المصري النهاردة كمان في مباراة حاسمة بالنسبة لنا كلنا قمصريين وهي مباراة منتخبنا الوطني المصري لكرة اليد أمام فريق أو منتخب الرأس الأخضر في نهاية كأس الأمم الأفريقية الساعة تسعة بالليل كلنا هنتابع هذه المباراة وإن شاء الله دعوتنا لرجالتنا رجالة منتخب كرة اليد إنهم يجبون لنا بطولة الأمم الأفريقية للمرة اللي تمنا فيه تاريخ منتخبنا الوطني وإحنا في الحقيقة عندنا جيل عظيم جدا جدا بينقصوا بس الدقائق الأخيرة في كل مباراة وفي كل التحديات العالمية في الأولمبياد في الدقائق الأخيرة خسرنا في كاس العالم في الدقائق الأخيرة بنخسر فبرضو دورة ألعاب البحر المتوسط كان نفس الكس وكنا ممكن ناخد الزهبية لكن ما بقاش فيه توفيق بيبقى محتاجين تركيز زيادة بس إن شاء الله النهارة يكونوا موفقين وفراحوا كل الشعب المصري عندنا بقى كلام كتير جدا عن فرقة النادي الأهلي في رئي الأول وكرة القدم تحديدا وبالتحديد قبل مباراة يوم الخميس فركزوا معنا كده واحدة واحدة عشان الوقت ده محتاج تكاتف قبل هذه المباراة المصرية بعد الفاصل حنكر أهلا بحضراتكم مرة تانية خلينا نتكلم كلام مهم جدا بالتحديد في الأيام الحالية وقبل مباراة نهائي كاس مصر إنبارح إحنا طلعنا انتقضنا فرقة النادي الأهلي وانتقضنا اللاعبين وقلنا يا رجالة الكلام ده مش حينفع يا رجالة إحنا منتظرين منكم أفضل من كده بكتير مش أفضل من كده إحنا منتظرين منكم حتى الأفضل لأن اللي كان في مورات بيرمجز ده ملوش أي علاقة بالنادي الأهلي الأداء ده مش أي علاقة بالنادي الأهلي فانتقضنا ومننتقد عشان نفوق فرقتنا بننتقد عشان نصحح أوضاعه بننتقد عشان القادم يكون أفضل بالنسبة لنادي الأهلي لكن خلي بالكم في غيرنا بينتقد لأهداف أخرى فلازم كجمهور للنادي الأهلي يكونوا ياخد باله جدا وأنا عارف أن فيه قدر كافي من الوعي عند الجماهير الأهلوية بخصوص الجزئية دي تحديدا فيه شعرة بين الانتقاد البناء والانتقاد الهدام واللي البعض بيحاول يستغل أي فرص التعصر للنادي الأهلي عشان يصفي حسابات مع الأهلي افهم كلامي ده بيحصل وكلنا بني أدمين بالمناسبة فيه بتبقى النفوس فيه اللي بيجاهد عشان يقول الحقيقة وينتقد لمجرد التصحيح وفيه اللي بيجاهد أو مش بيجاهد حتى بينتقد عشان بيكون لي أهداف بعينها فإحنا خلاص انتقادنا في رئيتنا إحنا خلاص قلنا المشاكل اللي عندنا إحنا خلاص قلنا السلبيات اللي حصلت وزي ما قلنا البطولات كانت في الماضي هزيمة بيرامدز أصبحت في الماضي ماتش وعدة زي ما الأهلي معاودنا دايما ما بيقفش عند المكسب حتى لو بطولة كبيرة وبيفكر في اللي بعده الأهلي برضو ما بيقفش عند الخسارة حتى لو خسارة كبيرة وبشكل سيء زي مباراة بيرامدز بتخلص وبتعدي وبنفكر في اللي بعده اللي بعده إيه بقى اللي بعده ماتش الزمالك في نهاية كاس مصر فريق الزمالك فريق بنحترمه بنقدره جدا وفريق قوي ووقف على رجله في المرحلة دي محدش يقدر يقول غير كده ونتيجه مؤخرا أكبر دليل لكن انت بالنسبة لك كنادي أهلي دي فرصة ذهبية لللاعبين وانا بقول اللاعبين قبل الجهاز الفني ليه؟ لانه ده جهاز فني جديد من غير المنطقة على الإطلاق ان احنا نقايمه ما تحاولش ما ينفعش ما أصلا أصلا هتقايمه ازاي الناس بقالها أسبوعين ينفع تقايم حد بقالها أسبوعين سيبك من المنتخب مصر عمله سيبك من اتحاد الكرة في مصر عمله مع الكابت النهايب جلاله سيبك من كلام مندي عشان كراراتهم أصلا كانت غلط لكن في الأهلي ده الأهلي ما بيقايمش بالقطعة وكمان مش من كلال أسبوعين أو حتى ثلاثة أو حتى شهر فاللي جاي هي فرصة اللي عبت النادي الأهلي هتكسبه مطش الزمالك الدنيا هتتحول 180 درجة الكلام الكتير اللي عليك دلوقتي هيتقال عكسه تماما في صلحك مع نوياتك هتطلع فوق كده في السماء ومع نويات جماهيرك والثقة هترجع وحتنقل كل كل الجوانب السلبية للفريق المنافس اللي هو نادي الزمالك وفوزك في نهاية كاس مصر قد يؤثر على نادي الزمالك بشكل سلبي فيما تبقى من مباريات في بطولة الدوري بالنسبة لنادي الزمالك اللي هو ما تسعى مباريات فانت واخد بالك المطش ده مهم ما قد إيه واخد بالك إن المطش ده حيترتب عليه حاجات كتير قد إيه إيجابية في صلحك لو كسبت متأكد إنك واخد بالك وواسق فيك كالعيب للنادي الأهل لأن انت زي ما كنت وحش المطش اللي فات انت جبت بطولات كتير جدا صابقة احنا عايزين المستوى بتاع زمان احنا عايزين نكسب تحدي مهم زي ده ونخرج من مرحلة صعبة زي دي فانتو في إيديكو كل حاجة وفي ظهركه جمهور الأهل اللي خلاص انتقد ومن دلوقتي ومن النهاردة بيتكلم عن مطش الزمالك وبيتكلم على ثقاتنا في لعبة النادي الأهل وان هما رجالة يقدروا ان هما يكسبوا نادي الزمالك وزي ما انت دخلت الزمالك المنافسة على طوط الدوري بتعادل للإيجابة 2-2 في استاد الأهل والسلام وانت كنت متفوق جدا بالتحديد في الشيط الأول وبعض الفترات في الشيط الثاني وكان ممكن تحسم الأمور انت ورده في إيدك من خلال المباراة اللي جاية تخرج نادي الزمالك مش هقولك انك هتخسروا الدوري لان خلاص مصير البطولة بقى في إيد نادي الزمالك لكن في نفس الوقت هتأثر عليه معنويا ونفسيا فمعطيات كتير جدا قبل مباراة الخميس ونتائج كتير جدا هتترتب عليها بعد يوم الخميس ان شاء الله تكون نتائج إيجابية في صالح النادي الأهلي وجمهور وبالمناسبة يا جماعة الحتة الأولى اللي أنا اتكلمت فيها يقولك ايه أنا انتقد لعبتي أنا أقول أخطائي واسمح لأي حد يقول وينتقد في رقتي ما عنديش أي مشكلة أنا بتكلم هنا بلسان حال جمهور النادي الأهلي مش بعميره الشاب فهو ده اللي احنا بنبقى عايزينه آه ممكن تنتقد في رقيتنا ممكن تقول سلبيات لكن تهدم مش هنقبل مش هنوافق مش هنسمح لك أصلا فخلوا بالكم تاني من الجزئية اللي زي دي الكلام ده النهاردة فجئت الصبح ما كنتش عرف الخبر بصراحة ان علي معلول قفل حسابه على انستجرام وانه هو حزين بسبب هجوم بعض الجماهير عليه من خلال حسابه على انستجرام فبالتالي خدها من قصيرها وراح قافل الاكاونت بتاعه وهنا نقطة مهمة لازم نتكلم فيها هل علي معلول أخطأ في موراد بيراميدز؟ طبعا أخطأ حد يختار في عكاونت؟ لا أخطأ وبالمناسبة بالمناسبة هو خطأ مشترك ما بينه وما بين الشيناوي الشيناوي هو اللي شايف اللي جاي من ورا معلول فكان لازم يتكلم معاه ربما يكون الشيناوي تكلم علي معلول ما خدش باله بتحصل في الكورة اللي يتسئل أكتر على الهدف علي لكن اللي مشترك علي في الخطأ ده هو الشيناوي تمام؟ تمام لكن لازم ندي كل حاجة حجمها علي معلول ده أفضل ظهير أيسر في أفريقيا زي ما الشيناوي أفضل حارس في أفريقيا ناس كتير بتحاول تصور لك صورة عكس كده لكن أنا هقول لحضرتك بالأرقام علي معلول من أكتر اللاعبين اللي سهموا في أهداف مع النادي الأهلي ده أمر مفيش نقاش فيه علي معلول مستوياته الكتير المميزة أكتر بكتير من الدروبات اللي بتحصل في المستوى عنده والده اللي بيحصل مع كل لعبة العالم فلا آه يا جماعة ننتقد أقولش ما ننتقدش لكن ما نقصرش على معنويات لعبتنا ما نوقعش لعبتنا فاكرين الكورة دي اللي شلها من على الخط في ناتش فيوتشر كانت النتيجة واحدة سفر الأهل لو كانت جت كانت الدنيا تقلبت كان ممكن تدخل فيوتشر في الماتش وكان ممكن الموضوع يبقى صعب لكن روح علي معلول وقتاله في الملعب ده أمر ما علهوش غبار ده أمر مش بحتاج أننا نتلقش فيه فأه أنا متفق معاكم أنه ممكن ننتقد أي لعب فيش أي حد فوق النقض ما فيش لكن انتقاد يوقع على لعبتنا ده اللي مش حنقبله يا جماعة ده إحنا متدرجين منه كفرقة النادي الأهلي وكجمهور للنادي الأهلي وافهم كلاما أنا حايدة عليك لمرة التالتة آه انتقد بس ما توقعش مع نوعات اللعيب بتاعك ما تشتمش لعيب عمل مشوار عظيم جدا مع الفرقة لحد دلوقتي وانا حقول الله حرقكم بالأرقام وبالدلائل علي معلول بقى له كم سنة في النادي الأهلي ست سنين موجود في النادي بالمناسبة ممكن الواحد يقول لك يا عم انت طلع تدفع على اللعيبة بقى وإحنا خسرانين من بيرامنز وشكلنا وحش لا احنا مبارح حجمنا مش حجمنا انتقدنا نقض للتصحيح لكن النهاردة لازم ندي كل حاجة حجمها ركزه في الجزء اللي زي دي تعالوا نخش في الأرقام علي معلول لعب ست مواسم مع النادي الأهلي أول موسم موسم 2016-2017 لعب كان ماتش 23 ماتش كانت بداياته جاب هدف وصنع أربع أهداف موسم 2017 2018 خلي بالكم انا كده بتكلم على الدوري بس لعب 13 مباراة والموسم ده كانت صاب فيه في بعض الفترات ما جابش ولا هدف عمل 3 أهداف 3 أسست 18 و 19 موسم 18 و 19 في الدوري 26 ماتش 8 أهداف و 7 أسست 19-20 23 ماتش 5 أهداف و 6 أسست 20-21 21-23 ماتش 5 أهداف و 12 أسست الموسم ده اللي احنا فيه اللي هو 20-21 20-22 اللي الناس بتنتقد فيه علي معلول وبتقول إن علي معلول مش فيه مستوى وقد نتطفق على جزئية زي دي عامل إيه علي معلول اللي مش فيه مستوى لعب 17 ماتش جايب 7 أهداف و عمل 3 أهداف يعني مساهم في 10 أهداف من أصل 17 ماتش في بطولة الدوري توتل مساهمات علي معلول مع الأهلي في الدوري من ساعة ما جاء لعب 125 ماتش جايب 26 هدف و عمل 35 أسست ده رقم كبير جدا رقم كبير جدا في لعيبة في الخط الأمامي في فرق تعمل مش بكلامة على الأهلي يعني بكلامة بشكل عام ما بتعرفش تعمل الأرقام دي إذن هو لعيب كبير ممكن ما يكونش في أفضل فتراته لكن لعيب بالنسبة لنا تقيل جدا و أفضل ظهير أيسر في أفريقيا في كاس العامل عنده لعب 5 ماتشات عمل أسست واحد مع الأهلي في توتل مشاركاته في مختلف المباريات مختلف المباريات من ساعة ما جاء لنادي الأهلي لحد أخر ماتش بيراميز لعب 200 واحد ماتش عمل كم جون في 200 واحد ماتش دول 36 جون جابهم أحرازهم 36 هدف و 58 صناعة أهداف 58 أسست واخد 17 كارتة أصفر بس ده توتل مشاركات علي معلول مع النادي الأهلي يعني إجمالي مساهماته في الأهداف 94 هدف في 200 واحد ماتش ده رقم مش قليل ده رقم كبير أنا ليه بقولي الكلام ده كله هل بقولك ما تنتقدش حد لا يا باشا تنتقد ما فيش مشكلة بس لما تيجي تنتقد تنتقد عشان أنت بتحب اللعب ده بتاعك أي إن كان بقى علي معلول أو غيره وعشان تفوق لكن حتتجاوز ونشتم ونهبط معنويات لعبتنا ونساهم نساهم بشكل ملحوظ وأنا هنا بتكلم على فئة قليلة جدا من جماهير النادي الأهلي اللي ممكن تكون أعمارها صغيرة في السن اللي لسه ما عندهاش خبرات وكامل احترامنا وتقديرنا ليهم وهم بيعشقوا الأهلي متأكد من كده بس في نفس الوقت لازم لما ننتقد وإحنا بنحاول نوعي السن الصغير ده لما تنتقد انتقد عشان تصالح الفرقة ما يبقاش أنت بعد ماتش فيوتشر بتشد بعلي معلول وبعد ماتش بيرامدز بتقطع في علم معلول بشكل مبالغ فيه فدي جزء ايه مهم كل الاحترام والتقدير لعلي معلول أنت نجم كبير يا علي نجم كبير وإنت حتجيب لنا كاس مصر أنت وزمايلك يوم الخميس وأسكن في كده وكل جماهير النادي الأهلي بتصق في إمكانياتك وكل جماهير النادي الأهلي بتحبك فما تتأثرش ببعض الانتقادات القليلة واللي قد تكون منطقية بالمناسبة وده الطبيعي وما تخليش انتقادات دي تأثر على مستوك ومعنوياتك وأنا بتمنى وبتكلم بمنتهى صراحة أن احنا كزمايل في الملعب الزمايل اللي في الملعب اللعيبة اللي جنب بعضها ما ينتقدوش بعض قدام الجماهير اسمعوا مني لو احنا نشجع بعض في الملعب كلنا ممكن نغلط كلعيبة كورا كفيرة النادي الأهلي فيش حد ما بيغلطش بس لما زميلك يغلط ما تنتقدوش قدام الناس بشكل علني وبشكل مبالغ فيه أنا بتكلم بشكل عام لان دا ما ينفعش في النادي الأهلي من وجهة نظر النادي الأهلي كبير ولعبته كبير اه ممكن ننتقد بعض بشكل مقبول وبشكل محدش يلاحظه وده طبيعي وموجود لكن المبلغة مش تبقى في صالح الفرقة دي نقطة مهمة جدا ده فيما يتعلق بالأهلي وساعداداته لسا عندي كلام على ساعداداته المبارات الزمالك وفيما يتعلق بالكلام المهم بعد مبارات وإزاي نهيئ فرقتنا لمبارات كاس مصر ان شاء الله بعد الفصل عندي لسا كلام مهمة قوي بخصوص الفرقة اللي ستتمرن كمان شوية واستعداداتها لمبارات كاس مصر وانهائي الكمة أمام نادي الزمالك استنون أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل ما أصطفيت في الحديث عن نهائي كاس مصر واستعدادات النادي الأهلي الكل بيتركبها في الحقيقة خلينا أكلمكم على استقبال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لرئيس نادي الوحدات الأردني زي ما حضراتكم شايفين اللقطات دي من مقر النادي الأهلي في الجزيرة والعلاقات دايما بتكون قوية جدا ما بين الأهلي والشقاء في مختلف الدول العربية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي استقبل ظهر اليوم بمقر الجزيرة وافدا من نادي الوحدات الأردني ضم الدكتور بشار الحواند رئيس النادي وحاتم أبو معلش عضو مجلس الإدارة محمد الكيالي المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة ورحب الكابتن محمود الخطيب وافد النادي الأردني مؤكدا اعتزاز الأهلي بالعلاقات القوية التي تجمعه بالأندية الشقيقة في كافة الدول العربية ومع الأندية الأردنية ونادي الوحدات على وجه الخصوص وعبر بشار الحواند عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال من جانب الكابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والإفريقية مبديا رغبته الشديدة في تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها النادي الأهلي على كافة الأسعادة. تعالوا نشوف التقرير أو تقرير خاص بالزيارة دي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ونرجع نكمل مع حضراتكم في البداية شكرا للنادي الأهلي للقائمين على الإعلام في النادي الأهلي شكرا لرئيس مجلس الإدارة الكابتن الخلوق محمود الخطيب زيارة مهمة وتاريخية لنادي الوحدات وبداية التعاون إن شاء الله مثمر ليست اتفاقية وحبر على ورق ولا بروتوكولات رسمية بعيدة عن كل هذا الموضوع سيكون هناك عمل على أرض الواقع تم التنسيق من هذه الزيارة منذ فترة طويلة لكن ظروف منعة الناديين يكون في اجتماع سريع لكن إن شاء الله ستكون هذه بداية مثمرة للتعاون على أرض الواقع اليوم تم طرح العديد من المواضيع مع الكابتن الخطيب فيما يخص في تعاقدات اللاعبين هل ممكن الوحدات يستفيد من اللاعبين في النادي الأهلي خصوصا لما عندهم فرصة بالفريق الأول ممكن يستفيد منهم الوحدات بدلنا نتعاقد مع اللاعبين غير معروفين اليوم النادي الأهلي موجود وهو يعني نادي نحن نفتخر فيه بالأردن نادي يعشق الملايين صراحة كما يعشق الوحدات الملايين يعني الناديين جمهريين اليوم لذا اتحدث القوى أكيد فيه نتائج على الأرض قوية جدا طلعنا على التجربة الاستثمارية في النادي الأهلي وكيف يتم تسويق الشعار النادي الأهلي وهو الأهم طبعا تجربة ناجحة فعليا وقوية جدا ان شاء الله الوحدات يستفيد منها بشكل إيجابي ومهم يقدر يستفيد من شعار نادي الوحدات بشكل أفضل اليوم في الوحدات عنده متجر إلكتروني وطريقة تسويق معينة لكن لازم نطلع به ونرتقي بالفكر للمستوى اليوم شفناه في النادي الأهلي في موضوع التسويق واستغلال الشعار بطريقة فضلة هذا هي بداية التعاون ان شاء الله ستكون العديد من المجالات سيتم توقع اتفاقية قريبا جدا بعدما اتحطنا الأطر والخطوط العريضة لهذه التفاقية والتفاقية تعاون فعلي على الأرض وتم دعوة النادي الأهلي لزيارة الأردن ولعب مباراة ودية مع نادي الوحدات وجمهير نادي الوحدات وجمهير الأهلي في الأردن متشوقين لأخواننا المصريين وبالخصص النادي الأهلي على الأراضي الأردنية يعني النادي النادي متكامل يمكن هذا المقر واحد من أربع مقرات في محافظة واحدة وهذا إنجاز يحسب للنادي الأهلي يعني بصراحة منظومة متكاملة قاعة رياضية مجهزة لللاعبين بكل النشاطات المختلفة ملعب التدريبي صلاة مختلفة للألعاب الفردية والألعاب الجماعية الاهتمام بالجانب الاجتماعي في النادي الأهلي مهم جدا بصراحة وجود العائلات ودعمهم للنادي هذا غير أنه مصدر داخل للنادي لكنه فعلا مهم جدا يكون في عنا مرافق وتهتموا بالأعضاء الموجودين بالعكس تجربة جميلة جدا وإحنا متمنى أن هذه التجربة تنتقل للأردن عندنا إشي مصغر لكن سيتم تفعيلها بشكل أكبر إن شاء الله في الأيام القادمة النادي الأهلي جماهريته عالي جدا نحن اليوم نعتبر جمهور نادي الوحدات وجمهور نادي أهلي جمهور واحد بتعرف أنا بعتبرهم نادي الشعب نادي الطبقة الوسطى لكنها الكادحة والفعالة والمحبة والعاشقة لكرة القدم اليوم إحنا لما يكون في بطولة وفيها النادي الأهلي جمهور وحدات بتحضر المباريات وبتشجع النادي الأهلي كما هو الحال في الأردن المعظم من الإخوان المصريين في الأردن برضو عاشقين وكانوا مع النادي الوحدات ودعمين لنادي الوحدات في البطولة الأسوية العلاقة قاية قوية جدا إن شاء الله لما يكون في مباراة وقريبا رح تكون إن شاء الله مع النادي الوحدات في الأردن رح تشوف هاي العشق الجماهيري اللي موجود بين الجمهور الوحدات لنادي الاهلي يعني شيء محترم ومميز جدا وحرص الأهلي الدائم على علاقاته القوية مع مختلف الانديالة العربية وده شيء أكيد مهم بالنسبة لنادي الأهلي نتمنى النادي الوحدات الأردني كل التوفيق وما بيحاول يعني يستفادوا من نادي الأهلي أو ياخدوا بعض الخبرات من النادي الأهلي مش بتكلم كمسؤولين موجودين يعني من بعض الإدارة التنفيذية الموجودة في نادي الوحدات لأن النادي الأهلي رأت فيه أو على صعيد التصويق الرياضي والمنشآت والبنية التحتية في الحقيقة وده أمر وقع طيب منتخبنا الوطني لكرة اليد عنده مبرانة النهاردة مهمة جدا نهائي كأس الأفريقية بإذن الله واحد أحد ربنا يكرمنا ونكسب هذه البطولة عندنا بصراحة منتخب محترم أوي بمدرب كويس جدا ومشوار كان مميز لمنتخبنا في البطولة دي بدأت من مباراة الكاميرون اللي انتهت بفوز منتخبنا 40-17 مرورا من مباراة المغرب اللي فوزنا فيها 36-21 كل ده في دور المجموعات وبعاكيها في ربع النهائي لعبت الجزائر كي 6-34-19 وبعاكيها لعبت في نص النهائي ماتش صعبة أوي أوي مع منتخب التونسي الشقير كي 6-29-27 عشان تلاعب كاب فيردي في المباراة النهائية المباراة ستكون الساعة 9 بالليل بإذن الله تعالى بمناسبة منتخبنا إن شاء الله ربنا يكرمه ويقدر بطولة النهاردة عندنا كمان خبر مهم بيتعلق بأن مصر خلاص فازت بحق تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد أيضا المقبلة هتبقى 20-24 وهي أهميتها في أنها مؤهلة لأولمبيات بريس بإذن الله تعالى فنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا خليها نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع بقى نقول التفاصيل المهمة التي تتعلق بسعادلات النادي الأهلي لنهاية كاس مصر يا تلتمائة ألف أهل وسهل أكرم توفيق حمدالله على السلامة بصراحة لعيب مهم جدا جدا حظه السيء إصابة الروباط الصليبي في مباراة مصر ونجيريا في مستهل مشوار المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية لكن لعيب وحش ما شاء الله عليه راجل عنده عزيمة وإصرار كبير جدا جدا رجع في وقت مش كتير بالمناسبة يعني ما يخدش وقت طويل جدا في الإصابة وده ناتج عن الإرادة القوية اللي عند اللاعب فعودته مهمة جدا أكرم النهاردة بيعلن أنه هو خلاص أصبح جاهز لمشاركة في التدريبات مع النادي الأهلي ومن ثم جهازيته للمشاركة في المباراة هنا بقى السؤال أكرم ينزل التدريبات مع الفرقة؟ إمتى؟ وهنا التفاصيل اللي أنا هضيفها لحضراتكم أكرم بعد مطش الزمالك على أقصى تقدير أسبوع من دلوقت يكون موجود في تدريبات النادي الأهلي بشكل طبيعي تماما يعني يأما بعد مطش الزمالك مباشرة يأما النهاردة إيه؟ النهاردة الاثنين الاثنين اللي جاي بيك كتير يكون موجود في تدريبات النادي الأهلي طب هنا السؤال الثاني مدى إمكانية الاستعانة وأكرم توفيق في مباراة النادي الأهلي المتبقية هذا الموسم الإجابة في الجزئية دي تحديدا الاستعانة بأكرم حتى ترتب على مدى جهزيته البدنية والفنية اللي هيحددها مين؟ المدير الفني مستر سوارش المدير الفني للنادي الأهلي هو اللي هيحدد الكلام ده تبقى للحالة بتاعة اللاعب الفنية كمان تحديدا في التدريبات طيب توقعي أنا إيه؟ أنا بتوقع أن أكرم هيشارك في بعض المباريات المتبقية للنادي الأهلي مع نهاية هذا الموسم مش هيشارك بسرعة مش على طول طبيعي إصابة الروباط الصليب هنفعش ترجع فجأة كده في الملعب ما ينفعش آه تمام زي فول ما فيش أي مشكلة وسليم وكلام من ده بس لازم يكون فيه شكل تدريجي للعودة للمشاركة في المباريات طيب أسأل بقى أو أجاوب على بعض الأسئلة الأخرى اللي بيسألها جمهور النادي الأهلي وهي يعني تتعلق بيه الاستعدادات لمباراة القمة ما قلت لكم موقف أكرم لكن هقول لكم بعض المصابين ومين هيكون جاهز بإذن الله تعالى في هذه المباراة الهم أول حاجة محمد هني بإذن الله النهاردة هيشارك في التدريبات بالشكل طبيعي هيبقى بس فيه اختبار طبي للعب وحيتحدد على أساسه مدى إمكانية مشاركته في التدريبات لكن بنسبة تتعدى 95% محمد هني موجود في تدريبات الأهلي بداية من النهاردة وأصبح جاهز تماما لمباراة الزمالك وعودته من موجود ناظري عودة مهمة جدا وإضافة للفريق طاهر محمد طاهر موقفه إيه طاهر بعيد عن هذه المباراة لأنه عنده مزقف العضلة الخلفية فلسه قدامه ثلاث أسابيع ميكي سونيو بيرسي تاو حيشاركه إمتى في التدريبات بعد مباراة الزمالك مباشرة وحط في اعتبارك أنه في محاولات مع بيرسي تاو للي حقه مباراة القمة بس الأمور صعبة للغاية مستهل خالص أنه يلحق مباراة القمة اللعيب الثاني اللي حيشارك في التدريبات النهاردة بشكل طبيعي وهو محمود وحيد بعد شفاءه من الإصابة دي أبرز الأخبار تتعلق بالفريق وبدأت استعداداته لمهائي كاس مصر النهاردة خلينا نروح لزاملنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة علشان يطمننا وكمان من داخل استاد مختار التتش عشان يطمننا على مستهل الاستعدادات الأهلي لمباراة القمة توفيق أهلا بيك سهل خير أمير وتحاية ليك ولكل مشاهدة متابعة قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا بيك يا توفيق طمننا والنبي كده وطمن جمهيري النادي الأهلي على الفريق وكيف يستعد لمباراة الزمالك المجبلة بالتحديد بعد التعصر الأخير أمام بيرامدز وأنا بشوف يعني هتكون الاستعدادات مختلفة وهمة للغاية فأقول لنا إيه الجديد عندك يعني على بركة الله إن شاء الله يا أمير فريق النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يعني يبتدي اليوم استعداد المبارات الزمالك في نهاية كلاس مصر بإذن الله مساء الخميس المقبل بإذن الله إن شاء الله تكون عودة للأنتصارات ويكون مائح pinsة يعني وقل عودة بالزفر بطولة كلاس مصر والنادي الأهلي بطبع بخش المباراة وهو حمل اللقب وطبعا أكثر ده تتوجم باللقب بـ 37 بطولة إن شاء الله يبقى يوم الخميس انتصار والحصول على لقب 38 كمان يمكن جهاز الفني واللعابين موجودين من بدر جدا هنا في مقر النادر أهلي بالجزيرة أمير يمكن من الساعة أربعة كل موجود داخل غرف الملابس يمكن معاوني مستر سوارش كانوا موجودين في الملعب من بدر جدا جاهزوا الملعب وأعدوه أكيد باهم من خالفي يمكن تم رش الملعب مرتين طبعا نظرا ليه تفاعل درجة الحرارة يمكن قبل التمرين بساعة وقبل التمرين مرة تانية بنص ساعة بيتم رش الملعب طبعا طبقا ليه تعليمات الجهاز الفني يمكن دلوقتي حالا وأنا بكلمك الجهاز الفني واللعابين داخل غرفة المحاضرات في محاضرات مطولة جدا من الجهاز الفني بيتكلم فقط طبعا عن أهمية المباراة وطبعا أكيد تتكلم عن اللي حصل في المباراة الأخيرة وطبعا أمال وطموحات جماهير النادي الآلي ومصالحتهم إن شاء الله بالزفر ببطولة كأس مصر إن شاء الله أمام الزمالك يوم الخميس المقبل إن شاء الله من بعض المحاضرة هيكون مران الفريق هيكون ينتظر إن يكون مران قوي خاصة مع الأجازة التي تم منحها للفريق بالأمس إن شاء الله يكون كل اللعبين في حالتهم البدنية والفنية اللي منتظرنا وإن شاء الله يكون النهاردة بداية الإعداد وإن شاء الله تكون خير بداية إن شاء الله الفريق هتمرن النهاردة وب differentlyир Jane وكابتن صحفيس كان أعلم في وقت سابق إن شاء الله الفريق يعني هيخش معسكر مغلق بإذن الله يعني من بكرة إن شاء الله عقب المران بإذن الله وإن شاء الله تكون كلها استعدادات تنتهي بفرحة الجمهور النادي الأهلي وتكون مصالحة ببطولة بإذن الله ويكون اللقب الثمانية وثلاثين من كاس مصر في دولار بطرات النادي الأهلي يا أمير هيحصل بإذن الله يا توفيق بس أنا عايز أسألك سؤال مهم لأن جمهور النادي الأهلي دايما بتركز في تفاصيل صغير والتعبيرات اللي على وجوه لعبي النادي الأهلي قبل بداية المران النهاردة وأنت كنت موجود وأنا عارف أنت من الناس المجتهدة اللي دايما بتبقى مركز في كل حاجة شفت إزاي تعبيرات وجوه لعبي النادي الأهلي بالتحديد بعد التعصر الأخير اللي كان بشكل سيء أمام بيراميدز وقبل مباراة كبيرة ومهمة ببطولة تفرق معاك في بقية الموسم قدام نادي الزمالك في نهاية كاس مصر العادي والطبيعة يا أمير أن أنت فريق بطل النادي الأهلي هو فريق بطل كبرياء البطل واطموح البطل لا يتوقف أبدا وأعتقد أن أكثر نزل علينا على نتيجة بيراميدز قبل جمهوري النادي أهلي هم لعاب النادي الأهلي اللي أكيد عمره ما يرضو بالخسارة ولا يرضو بالانهزام خاصة أنك داخل على مباراة كبيرة زي ما قلت أمير مباراة الزمالك وكمان يعني مباراة الزمالك متزامنة عن نهاية بطولة يعني أنت بتتكلم في مباراة قمة وفي نفس الوقت هي مباراة محددة البطولة وفي نهاية بطولة أعتقد لعاب النادي الأهلي هم أكثر الناس أحساسا بالمسئولية وهم أكثر الناس وأكدر الناس أحساسا بتأدير الموقف هم أكثر ناس نفسهم حقا البطولة عشان يصلحوا كل جمهوري النادي أهلي يمكن يا أمير الناس بتتكلم عن الأداة والملعب لكن الناس نسية كتير جدا للنادي الأهلي يعني الجملة من الإصابات الخط الأمامي تقريبا أنت بتتكلم في أكثر من 70% من اللاعبين اللي بلعبوا في الخط الأمامي خاصة الأجناحة مصابين وغيبين على الفريق تلح مباراة بشكل كبير جدا إجهاد بشكل كبير جدا اللعب أعتقد تعبد كتير جدا الفترة اللي فاتت وإن شاء الله في المباراة المقبلة باللنا شفته النهاردة وبدأت فترة الاعداد للمباراة بإذن الله يكون اللعبين عند حصن زن الجميل النادي الأهلي وأعتقد اللعب النادي الأهلي هيظهر بإذن الله مساء الخميس وهنشوف ده في الملعب خسارة مباراة مش نهاية المطاف وأعتقد أن شخصية البطل وشخصية اللعب النادي الأهلي هتكون حاضرة بقوة وهيرجعوا بأسرع مما الناس كلا تتخيل الأمير إن شاء الله توفيقة في الحياة أنا أشكرك شكرا جزيلا زمينا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي كان معنا مستاذ مختار التيتش وطمنا بشكل كبير جدا على حالة اللعبين قبل الاستعداد لمباراة زميلك هنروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكامل أهلا بحضراتكم مرة تانية خلينا ناخد تفاعلكم على سؤال حلقة النهاردة وهي أكثر مباراة بين الأهلي والزمالك في نهاية كاس مصر ما تنسوهاش نبتدي بمحمد مصطفى قال طبعا مباراة أربعة ثلاثة للأهلي نهاي أو للأهلي نهاي كاس مصر 2007 أهلا وأفتخر ماشي يا أبو حميد ناخد كمان سامي حمد قال مباراة أربعة ثلاثة مباراة أبو تريكا والسامي حسني كمان عندنا محمد جمعة قال مباراة أربعة ثلاثة واضح إن فيه إجماع على مباراة أربعة ثلاثة في الحقيقة كان مباراة ممتعة للغاية والسيناريو بتاعها كان حلو يعني ونتمنى إن شاء الله أن المباراة جاية تكون أربعة من غير التلاثة كمان بالنسبة لنادي الأهلي عندنا سكة كبيرة جدا في اللعيبة محسن قال لك إيه قال لك مباراة 2007 أعتقد في إشارة برضو لمباراة أربعة ثلاثة آخر تعليق معنا أحمد عبدو قال نهاية 2007 أربعة ثلاثة هي مباراة طبعا فعلا خالدة في الزكرة عند جمهير الأهلي وجمهير نادي الزمالك بشكل طبيعي لأن الزمالك كان اقترب للفوز بهذه المباراة فأكثر من مناسبة لكن الأهلي بروح الفانيلا الحمرة بيرجع أكثر من مرة في المطش ده وبقيادة عدد كبير جدا من الجيل الزهبي للنادي الأهلي والمدرب الأسطوري مستر مانويل جودي دي كانت تعليقات حضراتكم النهاردة ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند بإذن الله استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج إن شاء الله نكون مبسوطين بفرقتنا ونتكلم كلام يفسطنا كلنا بعد كاس مصر إلى اللقاء